السلام عليكم اهلي سلام الصفية متبار داس الى فخامة رئيس الجمهورية محمد والشيخ القزواني والى وزير الاسكاء سيدة الرئيس انا عندي اريتي عندي عندي انكونسسيون من 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 سبعة وتسعين انا عندي اريتي عندي وقاط التاصلت بها جماعة من لصوص 2017 وشكيت منها الحاكم تفرق زين ووالين واكشوت ومشابه الوزارة اللي اسكانوا عدوين فليفيكاسيون جابروا الناس مزورين الارقام اللي جايبوني جابوا للحاكم تفرق زين مزورين الارقام مزورين ارقام التواغط اللي عندهم في الوزارة ذوك نفس ذوك الارقام في الوزارة مدعو على سامي واحدين اخرين رجال اخرين واحد يقول لك ياهو كوري ولهو قاعدت فرق زين وانجبرت صفية بتبارداس كونفورت حاضر جميع الوزارة الميل العامل كان فهم لرئيس المجالس حالة من النعمة وان بيرام وجماعة الوزارة كاملة حاضروا موجودة الانهار اللي انجبرت فيه تاقضي الوزارة كونفورت وعندي اريتي كان عنده من الوالي وانتاصلت بي المجموعة ووقفتها عند حدودهم وانصرفت عنه انتاصلت فهم بنقر الوزارة عنهم مزورين ولا حابسهم حالهم ولو قاعدت فهمين للغضاء من يحبسهم لا كل وقت ونقبض ترابي وشكيت انهم انتاصلتهم للوزارة عنهم وانطرسوا توم مشين وافتصوا معها وتومهم مشين فعلا تموم مشين سمعت ومنين دار ومنين رفضت العائلة من الموريتان نهاية 2019-2020 اعتماد وعليها جاوها شهر الثانية 28 اعتباركم عهاي خانم سوفيه البونيان باطلها مكتب محامات بونه والحسن مكتب دولي محامي دولي 5 محامي ودخلتهم في القضاء وشكيت منهم بلين دور القضايا قانونية وإدارية نتخذها معالي جماعات ذاية لدارة تقدر تبينها غير ما تقدر تحبس ولا تقدر تقلع شي من حتى يطلط لات تبينها وقعدها لا هل انها جاوة قاضية الفرق زيني قاطع شهرين قالوا عليهم ويجب التوارد من الجاو رابدين التواردهم قالوا له هذا السيد القاضي هذه المعمن باين NHS نحن في الاكسار القربي ولا نعلم بها هذا بصيف الصور تودي هذا بصور تودي قال لهم تفرق زيني ويبدأ باين تم مارز الكشرين القربي قال لهم انتم تعرفوا عن nós تشاهد في الشريعة تشاهد في الشريعة تعرفون نخر قال لهم نعرفوها ذاله لأنه يكتبوا وقالهم القاضي يكتبوا قالوا للناس يا سيد الرئيس الجغرافية ما يخلطت هنا هؤلاء الناس عندهم تواقض في الكسر القربي ذي كل بلاي ده سانتريمتير يقولوا له الكسر القربي إكستانسيون متقابلة مع إي سويت ولا أخباري منهم شيء أسوه وشنه يكون أنهم جماعة من العصابة راهيالك هاينا موريتان بايع التراب لدمية في كل بلد وداخلين معها في الشريعة والمحاكم ويعرفوا ذات الشريعة والمحاكم أنا أدخلت في القضاء والقانون أنا أبوية قانونية ولاني منها الفوضاء ولاني منها المشاكل ولاني منها الرويات يقيرهم اللي لا يقبضهم لي حد وحد يقبضهم اللي يرودون لي أجبرني أنا كعدلت لهم قانونية كاملة ووقفت التراب من الشهر السادس 2020 عند القضاء عنها قال القاضي ما يطلع حد في أبريكا لا آن ولا هم ولا هد ولا بكاء اخترقوا القانون عدو يبنوا فلل يبنوا فالنهاء أستقلوا بعد قلت أني موريتان لا فيها ولاني عجلان ولاني موكل التراب ولاني مشاقيته ولاني مشاربته وحدفنا في شماهولو ما قالوا لها رئيسة بها اللي الدولة لي كهرسة لدمية كاملة اللي باني في شماهولو بر مستت لها البنيان هاد جار المقفضة قاعدين فيهم سواتهم اللي هم على درق العحمة ولاني متخططي فالتخطى فالتخطى فالنش رايحة قانون ماني متخطيتو وطارحتو فوق راسي وامامي وشما فيه دولتين 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 قانون وهذا موجهته يروي وزير الاسكان يسمع ويفهم وزير الاسكان عن ليك وزارته فات جاعليها تعميم وتبوكة مزالت فهم هي اللي نكتة ملف صفية متبارداس وهي اللي عدلت ومشت وشور اللجنة ودخل في بلان جنرال بي لان عندي ميفوند دوسية في الوزارة هذا نختار السيد الوزير فهم ونختار نذكر السيد الوزير اعلني احترمه كثيرا ولا بي قضيتي اهتراب نحترم عنده مواقف نحترمه ونحترمه اعلنه اقعد في شاشة التلفز وقال انهم صهروا على مخطط معماري للمدينة تنواكشوط واعلنه جيروا الفرنسية واعلنه يحمي ممتلكات الدولة وممتلكات المواطن وعن فيه جميع عناصر الامان انا اليوم ندوره انا عندي احداثياتي اعطاتهم للوزارة فهم اعطاتني احداثيات وما يلقى في فرنس يقول انت سيد الوزير وما يلقى نعطاله فرنس ما يلقى كابوة تحميه الانبادية ولا تحمي اللصوص ولا تحمي بانضيات وانت انا نعرف عنك راجل قانون وانا نعرف كابوة سيادة الوزير نعرفك الله في المقابلات ونعرفك الله في التلفزة والله الا اني احترم لك الافكع انا من الافكع ونحترمهم ونحترمه لهم ونعرف ان الوزير دائما ما فيه باس يا قير في ذيك الجماعات اللي تحته اللي يتميلهم قافية مستقبل لا يميله احد صافية متبارداس واخذة في بلان جنرال الوزارة كاملة تعرف وعارفو عمو فوند دوسية موجود كامل مفارف فيه الشيخصة وزمنه للشيخصي دي ومفارف فيه زمن ولا هو اسمه هذا صاحب ولا دبياري الاخر كاملة مفارف فيه زمن الوزارة كاملة راكباتي طالب منكم حقوقي وحيواني تعطوه لي وتتزعوه لي بلان يعطوه لي خلوني قيسة العدالة لما دور شي عنددي الوزارة الوصية الفنية على ممتلكات الشعب ما تعطيني بلان عندي فيه الحق وينعطالي حد يعطيه بلان تم قيسة به القضاء والقضاء فاتطالبو منك سيد الوزير سابق لفن تويت نوفا مرق تنيني 4 ايام وعطاوكم 4 ايام ولا فتللون سيد الوزير ما عليك تحمي حد احمي الله راسك وحمو برنامجكم وحمو برنامج الرئيس الجمهوي وحد لا يساعد رئيس دائر وقابض ودائر فيه زيقت ودائر فيه هذا ما يحمي ما هو العدالة والقانون وهذا طالبتمكم وطالبتم السيد الرئيس محمد الشيقة قزواني احترموك واطلب منك تغفض عني ذا الظلم واللي مولي قايص صفية راي فامريك انا بعد فامريك وبريت حامدة مولانو لا تليتي وجعنيش وجاية نهاية الشهر بدايت شعر اظنين وحيواني ماني خاليته الهدي ولا بكار ولا عمر ولا زيت وطالب مذي الوزارة الوصية الذي المخططات هل هتعطيني مخططي هذا هو اللي دائر عندك السيد الرئيس ودائر عندك الوزير ونعرف عنه ما فيه بس الوزير ماني شاكية منه نعرف انه ما بيبه يقال نختير نوضح له ونوضح للرأي العام للوقفة العدة اليوم ريالكم واقفة محترمة ولاني بكاثر الاخبار ولاني مدقدقه ولاني مع المناسب مع المفئة قليلة اندور هت توصل للمعلومة وتعود مشاهدة بلات العين للناس اللي خارجة فوق القانون وتبني وتطوي وفيها واحدين قالهم لما هم عالمين بي ولا فهم حد عنده اذن بنيا وانهارنا المجلس القضاء بيلا لي معادلين توقيف لجماعة جديدة ومعادلين للشكواء ومع المشاكين منهم وقفينها يجي المجلس القضاء قال هم قيسوا الحاكم تفرق زين الناس لا بهم حد عنده اذن بنيا ووقف عكم يجي الحاكم ذن ومشي ولا على الله النومي القدح ولا وقف حد ولا عدر سبه انا لعوت ذن بالله الذي لا اله الا هو ما يقول بكرا عين يطرح فيها بريكة واحد يقول هم ولا نكون فيكون قال لا خارج القانون والله ما هو خارج مولي الرقص مولي ما هم مشكلة نحن مارقين مترشحين ولا عندنا ما هو المشاقبين يقر ما همنا دولتنا مكونوا دولت قانون ولا همنا نخرجوا فوقوا ولا همنا نعودوا كيف كل حد اليوم رأنا وصلنا للرسالة وطالبين منكم ومطالبوا 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 طرفوا عني للظلم وطرفوا عني للجماعات وقفوا عند حدودها ما فهم حد عنده اذن بنيا ورافقين لتواغط في الاكستار القاربية بما بيعولهم قروا بها كامل اليوم وانا اخوتوني في صانترام التار ما خارك حد ما يعرف قضيته وطالبا منكم هذا سيد الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله الفجر الظلم عادي المسلمين